يذهب إلى القاهرة ومصدر سيادي للقاهرة 24 بيقول لا بديل عن المصاري التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة وأكد المصدر رفيع المستوى أنه الحرب التي أنهت حياة أو أودت بحياة 22 ألف فلسطيني غالبياتهم من الأطفال والنساء يجب أن تنتهي والدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه مشددا أنه في حالة وساطة مصر قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما أسف في حالة عدم وساطة مصر قد تزداد الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كل المواقف طيب يمكن يا أحمد القصة دي ما عليش خلينا برضو نحط في الحزبان شريحة من المتابعين والمشاهدين يقولك إيه طيب هل مثلا عمليات الاغتيال دي بتتم دلوقتي للضغط مثلا من أجل إتمام عملية التفاوض خاصة بعد المبادرة المصرية أو بيان المبادرة المصرية أو مقترح المبادرة المصرية والمراحل التلاتة ثم بعد ذلك عدم قبول حماس وفصائل المقاومة بها في المبادرة لجأت إسرائيل الآن إلى عمليات الاغتيال هنا المصدر السيادي لما بيتكلم وبيقول أنه في حالة عدم وساطة مصر قد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات كافة الأطراف سياسيا ده ممكن نسميه نوع من أنواع الضغط أو نربطه بما حدث من الاغتيالات ما قدرش حد بالضبط المصدر الرئاسي بيقول السيادي بيقول إيه لكن خلينا أقول لك جملة تانية قالها مدير الموساد الإسرائيلي النهاردة وهو قال أنه إحنا سنجعل كل أم لابن شارك في عملية 7 أكتوبر تندم على أنها أنجابت ابنها يعني عمليات الاغتيال لصرح العروري هي جزء من صورة أكبر لاغتيال أكبر للشعب الفلسطيني لما مدير الموساد يركز مع مقاتلين أو جهاز الموساد يركز مع مقاتلين في الصف الأول مفهومة زي صالح العروري لكن مقاتلين صف أول وثاني وثالث ورابع وخامس وكأنه يريد أن يقول للجميع أن هذه هي البداية وليست النهاية طيب خلينا نحط كل هذه التصريحات جنب بعضها ونشوف ارتباط كل هذه الأمور ببعض هل هذه الأمور مرتبطة بالفعل أم أنه تحليل فقط والواقع مختلف تماما لا نعلمه ولكن في الأخير علينا أن نضع كل الحقائق على الطاولة ثم نقوم بربط هذه الأمور للوصول إلى حقيقة بالتأكيد هي موجودة هذه الحقيقة إن غابت في هذه الأوقات ولكنها ستكون واضحة وجالية في قادم الأوقات بالنسبة للأمهات الفلسطينيات هم يعتبرون أن أبناءهم دفاعا عن الأرض كل أرواح الفلسطينيين بنات ولاد شباب رجال نساء شيوخ أعضاء في فصائل المقاومة كل الشعب الفلسطيني يقاوم وطبعا لن يرهبوا تصريح مثل هذا ولن يردعوا تصريح مثل هذا بل بالعكس هذه التصريحات تجعل الشعب الفلسطيني أكثر إيجابية وأكثر عطاءا للأرض والحفاظ على الأرض النهاردة بنتكلم عنه هو ده بقى الخبر اللي ممكن يأكد لك المعنى الصغير اللي أنا عايز أوصله إن رغم استمرار القصف الإسرائيلي على غز الاستمرار إيه يا جماعة؟ ده أنت بتتكلم بحرا بيقصفه جوا بيقصفه برا بيقصفه شغالين بحر وبر وجو وفي الآخر ما زال هناك ثبات وتعامل من قبل فصائل المقاومة رغم كل ما يحدث إلا أن فصائل المقاومة تتقدم عسكريا على الأرض بأرقام للآليات بأرقام للعتاد بأرقام للجنود اللي بيقتلوا من قبل جيش الاحتلال السهيوني واستهداف فصائل المقاومة للآليات والجنود قطاع غزة النهاردة بيشهد ألم أيضا باستشهاد 128 فلسطيني خلال 24 ساعة الإجمالي بيرتفع عندنا لـ 22313 شهيد ربنا يا رب يتقبلهم استشهاد مياه ده اللي أعلنته وزارة الصحة النهاردة في فلسطين أنه في خلال 24 ساعة بس اللي فاته بيرتفع إجمالي ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22313 وده جماعة إجمالي منذ امتلاق عملية طفان الأقصى في السابع من أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما يقرب من 10 مجازر ضد العائلات في غزة ده خلال 24 ساعة لحد يقولك 10 مجازر منذ طفان الأقصى لا ده خلال 24 بس ساعة 10 مجازر راح ضحياتها 128 شهيد وأصيبها 261 خلال 24 ساعة الماضية حصيلة العدوان أكدت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن هذه الأرقام صحيحة الرقم اللي قلت لحضراتكم اللي هو 22313 وهناك أيضا 57296 إصابة دي الحصيلة منذ امتلاق طفان الأقصى حتى هذه الأوقات نسأل الله عز وجل الشفاء للجرحة والمصابين وأن يتقبل الشهداء طبعا يعني هذه الأخبار والتفاصيل يجب أن لا ننسى فيها أن إسرائيل قامت اليوم بقصف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة قامت بقصف مقر المؤسسة التي تعمل على مساعدة الضحايا والمصابين والشهداء وإجلاء الشهداء ومحاولات الإغاثة المؤسسة الرئيسية تم قصف مقرها اليوم في مشهد يؤكد أن هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف لا قانون دولي ولا قانون خاص ولا اتفاقيات جينيفل أربعة ولا علاقة بالموضوع هذا الاحتلال أكد رئيس أركانو اليوم جالنت قال أنه آسف وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات ليست هناك أي نية لوقف العمليات في غزة وقال أن الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف القتال غير صحيح كما قال إذا لم نحقق انتصارا في حرب غزة لن نتمكن من العيش في الشرق الأوسط وأنا أحمد الله أتوهم نفسي فلسطينيا الآن وأقول لوزير الحرب إن شاء الله لن تحقق انتصارا في حرب غزة ولم تتمكن لا أنت ولا جنودك من العيش في الشرق الأوسط أو تحديدا تطأ هذه الأرض المباركة اللي بيدافع عنها رجال وشباب ونساء وشيوخ وعلى فكرة هم بيقدموا ومش عايزين حاجة غير اللي هم شايفينه هو هدفهم يا جماعة هدف الفلسطينيين إيه عشان ترتاح لما جلت نياه ويدحك على الإسرائيليين عشان يأخذ هذه الحرب عشان يهرب من المحاكمة ويأجل المحاكمة أيام شهور لكن في الآخر هيتحاكم ويتحاكم عمل إيه قال له محنا هنقضي على حماس خالص وبدأ يغازل فرنسا ويغازل الولايات المتحدة الأمريكية وهذه البقرة بما وصفها هو على حد قوله بالإرهابية والإرهاب هو ما يمارسه مع أهلنا في غزة وفي فلسطين فلما قال لهم كده قال لهم حكتين أنا هقضي على حماس وهرجع المحتجزين فشل في القضاء على حماس وسيفشل وسيستمر في فشله ولم يستطيع إعادة المحتجزين ولا فرض من المحتجزين إلا بالتفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات وبشروط فصائل المقاومة وعندما أتحدث عن فصائل المقاومة أتحدث عن كل فصائل المقاومة يتقدمهم الشعب الفلسطيني الذي يقرر لنفسه ويريد لنفسه ليس هناك من يقرر نيابة عن الشعب الفلسطيني نترجم كل هذه الأمور والله يا جماعة بالمشهد اللي هتشوفوه دلوقتي حاجة كده جميلة عملهنا زمائلنا في قناة الشرق وزمائلنا المراسل عالم الدين صادق البطل اللي بيواجه دلوقتي يعني أمور صعبة جدا زي وزي كل إعلامي وكل صعفي على جبهة القتال ولكن بيطلع لنا بقى من رحم الألم أمل أمل وأمهات الشهداء بيتكلموا كده ودائما وأبدا عندما تستمع إلى أمهات الشهداء وهم يقولون يعني أم شهيد مثلا تقولك ما حدش يا جماعة على يعيط ولا يبكي على الشهيد لا سمعونا زغروضة كده للشهيد لأنه احنا ما عملنا لوش كده فرحه فهنعمله كده وإحنا بنزفه إلى السماء قل لي بالله عليك أمام هذه الأمهات وأمام هذا الصبر والصمود والسبات ممكن تسمع مش عارف وزير حرب ولا مش عارف ايه مختلفين مع بعض ومتناحرين فيما بينهم وده على فكرة واقع هم هيفضلوا كده هيفضلوا متناحرين وهيفضلوا في فرقة وهيفضلوا بياخدوا قرارات فردية لمصالح شخصية أو لمصالح فردية وإلا لو كان هو بيعلل المصلحة العامة نتنياهو كان يتكلم عن المحتجزين كان قاعد وتفاوض وسمع لأسر المحتجزين لكن هو بيدافع عن نفسه والكرسي بتاعه ويخشى المحاكمة اللي هي هتطيح به أصلا من منصبه بل بالعكس ربما تؤدي إلى سجنه وحبسه ترجمة نانسي قنقر